الكتاب الذي بين يديه هو الرجال الكشي وهذه الطبعة مركز نشر آثار العلامة المصطفوي إنها الطبعة الرابعة ألفين وأربعة ميلادي طهران إيران صفحة أربعمية واثلاثة رقم الحديث سبعمية وأربعة وخمسين إمامنا الكاظم صلوات الله عليه يقول لأكبر مراجع الشيعة بين أصحابه إنه علي البطائن الإمام يقول له يا علي يتحدث مع البطائن أنت وأصحابك شبه الحمير هذا الكلام كله قبل أن ينشئ طريقة الواقف حيث وقفوا بوجه إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه وظللوا الشيعة فتنة الواقفة وقفوا عند إمامنا الكاظم حكاية مفصلة لا مجال للخوض فيها الوقت لا يعطي مساحة كي أتحدث في تفاصيلها فالإمام الكاظم يقول لمرجع شيعي كبير بين أصحابه وهو علي البطائني يا علي أنت وأصحابك شبه الحمير والحديث هو هو صفحة أربعمية وأربعة رقم الحديث سبعمية وسبعة وخمسين يا علي الخطاب من إمامنا الكاظم لعلي البطائني يا علي أنت وأصحابك أشباه الحمير أشباه الحمير إنهم بشر حمير البشر الحمير أسوأ من الحيوانات الحمير بعد ذلك ارتقت درجتهم بعد استشهاد إمامنا الكاظم فوسمهم إمامنا الرضا بالكلاب الممطورة فارتقت درجة هذا المرجع من حمار إلى كلب ممطور الكلب الممطور هو الكلب الذي تبلل بماء المطار ومن طبيعة الكلب حينما يتبلل بالماء فإنه ينفض نفسه وحينئذ سينجس كل شيء يكون قريبا منه من هنا وصفهم إمامنا الرضا بالكلاب الممطورة لأجل تحذير الشيعة أن يبتعدوا عنهم فإنهم كلاب ممطورة سينفضون أنفسهم وينجسون من حولهم هذا هو السر في وصفهم بالكلاب الممطورة ألا لعنة الله عليهم هؤلاء سرقوا أموال الإمام الكاظم في زمان غيبة الإمام الكاظم في الحبوس وخدعوا شيعة من أنهم ينوبون عن الإمام الكاظم وفي الوقت نفسه كانوا ينكرون الأحاديث التي تنص على إمامة إمامنا الرضا فأنكروا تلك الأحاديث وصنعوا لهم دينا جديدا جعلوا الإمامة تقف عند إمامنا الكاظم وحاربوا الإمام الرضا وشوهوا سمعته وخدعوا الشيعة والشيعة بنسبة تسعين بالمئة ذهبوا معهم أصحاب العمائم جميعا ذهبوا معهم كثيرون من رواة الأحاديث الذين أنقلوا أحاديثهم منهم وماتوا على ديانتهم وعلى عقيدتهم ماتوا على ضلالهم ما هذا الحال نفسه موجود في حوزة النجف وكربلاء فهؤلاء المراجع سرقوا الشيعة باسم صحب الزمان صحب الزمان أباح الخمسة للشيعة في رسالته إلى إسحاق بن يعقوب الكلام واضح وصريح لا حاجة لأن أقرأ النص فإنني قد تحدثت عن هذا الموضوع كثيرا يمكنكم أن تعودوا إلى برامج أسابقة فإمامنا الحجة أباح الخمسة للشيعة زمان الغيبة إلى وقت ظهوره الشريف مراجع النجف وكربلاء ضحكوا على الشيعة وخدعوهم وقالوا لهم نحن نواب لصاحب الزمان وهم لا يملكون أي دليل على ذلك فليبرز لنا الأدلة إذا كان الحديث عن روايات كتوقيع إسحاق بن يعقوب في إرجاع الشيعة إلى رواة الحديث فلا مراجع النجف وكربلاء برواة حديث ولا هم أساسا يعتبرون هذه الرسالة صحيحة السيستاني وغيره والقوئي يعتبرون هذه الرسالة ليست صحيحة لا في سندها ولا في متنها لا يعملون بها وإنما يضحكون بها عليكم أصحاب العمائم من وكلائهم وأتبائهم وهذه الحقائق أخرجتها في برامج من كتبهم من كتب السيستاني والقوئي وغيرهما أنتم مضحكة مسخرة يا أيها الشيعة فهؤلاء يسرقون الشيعة وفي الوقت نفسه ينقضون بيئة الغدير ويشككون في أحاديث أهل البيت ويحاربون رواة الحديث ويقدمون لكم دينا شافعيا معتزلية ويقولون لكم نحن نواب لصاحب الزمان كذب في كذب في كذب ودجل في دجل في دجل هذا هو الذي يجري عليكم وهم يستعدون بشكل وبآخر لحرب الحجة بن الحسن إن لم يكن هذا في نيتهم فإن عقائدهم وإن فتاواهم وإن تفسيرهم يفصح عن ذلك هذا هو واقع حوزة النجاف وواقع مرجعية النجاف نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر